السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله هنتكلم عن البرنامج لازم يكون موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو برنامج طيب البرنامج ده بيعمل ايه البرنامج ده حضرتك بيخلصك من الملفات المقررة الموجودة على دهاز الكمبيوتر الخاص بك طبعا كلنا بنحمل ملفات كتير وبنحتفظ بملفات كتير على دهاز الكمبيوتر لكن بعد فترة ممكن نحمل الملف مرة واتنين وتلاتة ونضعه مسلا في او وبعد كده بننسى فالبرنامج او الملف بيبقى متكرر عندنا فده طبعا بيقلل من مساحة البرنامج ده بإذن الله هيعلمنا ازاي نعمل عملية بحس عن الملفات المقررة ويقوم بمسحها لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو لنهاية قبل ما نبدأ الفيديو حابب ان انا انوه الى امر مهم جدا هو ان البرنامج نسخة مجانية بالكامل يعني حضرتك هتستمتع بكل الخصاص اللي بيقدمها لك البرنامج بدون ما تدفع اي فلوس طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل انت تعمل وقت تفتح اللي هي صفحة المتصفح الخاص بيك وتيجي في خانة البحس آآ بتعمل عملية لسك الكلمة آآ وتضغط على المفاتيح تمام هيبدأ يفتح ليك مجموعة من الرابط حضرتك تختار الرابط الاول دي الصفحة الرئيسية للبرنامج هنضغط عليها وننتظر لحديث ما تحمل وتفتح معانا بالصورة اللي حضرتك آآ شايفها بعد ما تفتح معانا بالصورة ديت هنبدأ ننزل على كلمة آآ فريد دا ونبدأ نضغط على وننتظر لحديث ما عملية التحميل تبدأ معانا طبعا هنقفل ديت تمام هتبدأ معانا عملية التحميل بمنتهى البساطة زي ما حضرتك شايف كده بدأت عملية التحميل هتبدأ حضرتك تضغط على عملية التحميل آآ هوقف طبعا الفيديو الحين اللي انت من تحميل الملف ووري لحضرتك ازاي هتصطبه مع بعض بعد ما حملت البرنامج هيزعر مع حضرتك بالصورة اللي انت شايفها ديت كل اللي انت هتعمله تضغط عليه ضغطتين عشان تبدأ عملية استطاب لحظات بسيطة هتبدأ عملية استطاب للبرنامج تابع معايا الفيديو هيبدأ يظهر معايا بالصورة ديت زي ما حرق شايف كل اللي انت هتعمله هتضغط طبعا هتشيل علامة الصح من الخيار الاخير ده عشان ما تخليش البرنامج يبعت اي بيانات عنك للشركة المصنعة تبدأ تضغط على كده ونبدأ ننتظر لحديث ما يتم تصطيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر طبعا النسخة اللي انا بقول لحضرتك على ديت احدث نسخة موجودة من البرنامج طبعا كان فيه نسخة قديمة لكن النسخة ديت هي احدث نسخة موجودة من البرنامج على موقع الشركة فطبعا بتتميز بالسرعة والسلاسة في البحث ويظهر الملفات ومكانها ومساحتها وكمان بيبدأ يعمل لك عملية عملية للملف بحيس ان انت ممكن تستعرض الملف طبعا نضغط على بمجرد ما هضغط على هيفتح معايا البرنامج تمام دي طبعا النسخة على البرنامج اللي انا سطبت منه دي طبعا الايكونة اللي بتزهر على سطح المكتب الخاص بك زي ما حرك شايف كده البرنامج اول ما فتح معايا ظهر لي على طول في الجنب كل البرتشينات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بي طيب حضراتك بقى بتختار اللي انت عايز تعمل آآ عليه عمليات بحث ازا كان في ملفات آآ مكررة وعايز تمسحها فانا ما هفترض ان انا عايز اعمل على اللي هي البرتشينات الافلام تمام لان طبعا كلنا بنحمل افلام كتير وبعد كده ممكن نحمل الفيلم ونضعه في اكتر من مكان على جهاز الكمبيوتر وبعد كده ننسى هنا طبعا بيقول لك انت هتدور على انيو ملفات هنا معلم لك على الكل ليه صور وصوت وفيديو وارشيف ملفات مضغوطة تمام كده هوت فهنا كل اللي انت هتعمله بعد كده بعد ما حددت اللي انت عايز تدور فيه تبدأ تضغط على تمام هيبدأ معاك عملية البحث طبعا عملية البحث آآ حسب مساحة اللي انت بتدور في آآ بياخد وقت لكن البرنامج بتميز بان هو سريع جدا زي ما حدراك شايف كده عملية البحث عملية سريعة مش هتاخد معانا ثواني الا ما يكون عمل بحث عن كل الملفات اللي موجودة على زي ما حدراك شايف كده دي سرعة البحث بتاع البرنامج يعني بيعمل عملية بحث سريع جدا يعني آآ ممكن مسلا نقول انه بي اكتر مسلا من ترتمية ربمية ملاد في مسلا في الثانية الوحدة زي ما حدراك شايف كل اللي احنا نعمله هننتظر هو بيطلب منك ان انت تنتظر آآ ثواني بسيطة هننتظر لحين الانتهاء وبعد كنا نشوف الملفات المكررة اللي موجودة على بهاز الكمبيوتر هنا برضو بيزهر لحضرتك آآ عملية تقدم البحث زي ما حدراك شايف كده هو وصل لحديد واتي اربعة وتمانين في المية خمسة وتمانين في المية آآ لحظات بسيطة معدودة وهنستكمل آآ الشر هنا طبعا لو انت خادت تعمل عملية ايقاف لعملية البحث ايقاف نهائي وهنا لو حبك تعملها عملية ايقاف آآ مؤقت هي عدد الملفات اللي موجودة عندي على البرتشونات آآ خمسة تلاف سبعة وعشرين ملف هنا آآ وصل آآ ارب تلات تلاف وتسعمية دخل على الربع تلاف يعني خلاص يعني لحظات بسيطة هينتهي البرنامج زي ما حدراك شايف كده اصبح نسبة البحث اربعة وتسعين في المية خمسة وتسعين خلاص يعني لحظات بسيطة تابع معي الفيديو زي ما حدراك شايف آآ البرنامج سريع جدا في عملية البحث وضقيق جدا انتظر بالحين الانتهاء ووري لحضرتك الملفات اللي عندي مكررة الفي ملفات كتير ولا لا زي ما حدراك شايف كده هو اظهر لي ان في عندي آآ فيلم مكرر هو الفيلم ده اللي هو تقريبا فيلم آآ نابليون تمام كده هوت اللي هي نسخة بتاع تلاتة وعشرين تمام موجود مرتين مرة موجودة على آآ افلام برتشان الجي مرة موجودة على افلام برتشان بدي طيب هنا طبعا بتعمل عملية استعراض ليه الملف اللي هو يعني ممكن آآ لو حابب ان انت تشغل آآ عرض ليه الملف عشان تتشوفه تتأكد منه يعني بصد حضرتك هنا هيبدأ يعرض ليك الملف زي ما حارك شايف كده بدأ يستعرض ليك الملف اللي كان موجود هيبدأ يعرض لك آآ الملف عشان تتأكد منه طبعا انا مش هقدر اواصل آآ العرض ليه الفيلم لان ده طبعا حقوق طبعا ونشر ممكن الفيديو ياخد مخالفة طيب كل اللي مطلوب منك ان انت هتعلم على نسخة من النسخ وتبدأ تعملها عملية ايه زي ما حارك شايف كده انا علمت على آآ نسخة اللي هي آآ الفيلم اللي موجود فيه برتشان دي تمام وبعد كده كل اللي هتعمله هتضغط على ايه بمنطقة البساطة ما فيش اي مشكلة خالص تضغط هنا على آآ هنا اللي هو ان انت تودي لسلة المحزوفات تمام فاضغط على عشان احزف الملف ده في سلة المحزوفات اضغط على موافق زي ما حارك شايف كده تم حسف الملف هو بيقول لي طبعا آآ فحص متين تلاتة وتلاتين ملف الملف اللي كان متقرر هو ملف واحد الملف اللي تم حسفه ملف واحد زي ما حارك شايف كده لو انا ازلت البرنامج لتحت واروح لسلة المحزوفات هتلاقي ان الفيلم اللي انا حزفته اصبح موجود عندي في سلة المحزوفات آآ كده حضرتك بقى ممكن تعمل افراغ لسلة المحزوفات او لو حبيت ان انت ترجع الملف مرة تانية لما كانوا عادي مفيش خالص هتعمل حاجة اسمها استعادة الملف تعمل استعادة يعني للانصر اللي انت حددته لو انت حابب ان انت ترجع الملف يعني ما بيحزفوش آآ مباشرة طلع بيحزفو على سلة المحزوفات وبعد حضرتك ممكن لو حابب تحزفو تحزفو او ترجعو ترجعو طبعا البرنامج آآ هورل حضرتك بس للمصداقية بس حضرتك لو انا رحت على هلب ولو انا رحت على ابوت زي ما حضرتك شايف كده مكتوب عليه آآ نسخة فري للاستخدام الشخصي للشركات يعني النسخة دي نسخة مجانية بالكامل نسخة مدفوعة آآ عشان محدش بس يشكك فيه مصداقية الفيديو الخاص بنا طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفقت منه وتعلنتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته